اليوم نراجع مع بعن حروف رح كل يام أو كل يومين رح نحط مجموعة حروف بالترتيب طبعا بترتيب الأبجدي نراجحها مقاطع طويلة ومقاطع صغيرة مقاطع طويلة ومع الحركات ننبلش بحرف الاب صوته ب مش باء أو الباء حرفه اب حرفه اب حرفه الابludيما بدي ايجي مع الحرف القوي th mid القوي Staby بدي يصير صوتها ب بد ماد ب حرف الابد يجي مع الحرف القوي O 준 ayuda ما بدي يحفظiman ب b b b mu حرف الأب بده يجي مع حرف القوي الإي كيف يصير صوته لهذا المقطع بي ما بحكي إبو آ ما بحكي إبو أو ما بحكي إبو إي بحكي با بو بي هدول ما بنسميهم حروف هدول اسمهم مقاطع هدول ما اسمهم حروف اسمهم مقاطع حرف الأب لما بنحط عليه الفتحة الفتحة وين تيجي مكانها فوق الحرف ولا تحته تيجي على راس الحرف تيجي على راس الحرف طيب الأب لما بنحط عليها فتحة شو بتصير با هيك بتصير لا خطأ يعني مقطع قوي مقطع قوي طيب هاد صوتها با بسيط لطيف با 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 فتحة ما بحكي إبو فتحة با بحكي على طول با با طيب الأب مع الضمة الضمة وين مكانها؟ على راس الحرف ولا تحت الحرف؟ مكانها على راس الحرف طيب بحكي عنها بو خطأ لأنها مش مقطع صوتها بو 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 با 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 بو طيب الأب معي الكسرة الحرف الأب لما بدي أحطي له كسرة الكسرة بتيجي فوق الحرف ولا تحت الحرف بتيجي تحت الحرف كيف بلفضها؟ بحكي لها بي لا خطأ مش مقطع هاي هاي حرف متحرك كيف بقرأها؟ بي 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 طيب حرف الأت حرف الأت لما بدي يجي يمسك معه حرف المد القوي الأا شو بيصير؟ مقطع ما بحكي إتو آ كمان مرة بعيد اسمها طيب القتل ما بيجي معها حرف المد القوي الو شو بتصير مقطع كيف صوته هاد المقطع على طول طيب القتل ما بيجي معها حرف المد القوي شو بتصير طيب لقيت لما بيجيها الفتحة احنا اتفقنا ان الفتحة بتيجي على رأس الحرف كيف ملفظها ممنوع نحكي إتو فتحة على طول طيب لقيت وضنع الضمة طيب لقيت مع الكسرة تي 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 رائعين حرفه ننتبه انه مش في كثير ولاد أو بنات بيلفظوا حرف بيطلع الثاني بيخبط بأول أسناني الأمامية من فوق أسناني العلوية اث اث طيب الاث مع المقطع القوي الـ شو بتصير ثا الاث مع حرف المد القوي الـ شو صار مقطع كيف صوته ثا الاث مع حرف المد القوي الـ كيف صوته صار هذا المقطع ثو طيب الاث مع حرف المد القوي الـ مقطع 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 طيب الاث مع الفتحة ثا 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 بحكي عنها مقطع لا هادو حرف متحرك حرف متحرك مش مقطع طيب الث ضم ثو 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 الث كسرة حرف متحرك هاي حروف متحركة هاي المقاطع اللي بيجي معاها حروف المد القوية وبرجع بعيد هادو حرف ث حرف ث مش حرف الـ تي ناس كثير بتلفظه خطأ هادو حرف ث طيب هادو الحرف اللي نقططه في بطنه ج ج ج ج حرف الإج مع حرف المد القوي الـ كيف بصير ج مقطع ج نقرأه مع بعضه ما بنحكي إج وآ ج خطأ مع بعض ج ج طيب الإج مع القو حرف المد القوي ج ج ج ج ج الأج مع حرف المد القوي الإيه ج ج ج طيب ج ج فتحة ج ج الأج مع الفتحة كيف صوتهم ج ج ج طيب الأج لما بحط لها الضمة كيف بصير صوتها ج ج ج ج الأج مع الكاسرة كيف بصير صوتها ج 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 طيب هادو آخر حرف إح آخر حرف إح الإح مع حرف المد القوي شو بتصير ح آ ح الإح مع حرف المد القوي قول ح إح الإح مع حرف المد القوي قول إيه ح ح ح ح طيب الإح بأحط لها فتحة شو بتصير اللي احنا نحط لها ضمة اللي احنا نحط لها كسرة طبعاً أنا لأول الفصل أعطيتكم ورقة وجلدناها هي موجودة مع كل الطلاب موجودة معهم بشنتاتهم بتمنى إنه بين كل فترة وفترة نرجع عن طول هاي الورقة الورقة شكلها نفس اللوح اللي أنا يعامله بشكل عشوائي الام بتحط إصبحها على أي مقطع على أي حرف متحرك ويقرأ الهاية هيك انت بتعرفي شو نقضع في ابنك أو بنتك شو الحروف اللي مش نميزها الحرف اللي مش نميزه نركز عليه مع المراجعة طبعاً باستمرار مراجعة دورية للحروف أتقن ابني قراءة المقاطع أتقن ابني قراءة الحروف المتحركة سريعاً أنا هيك بضمن إنه ابني إن شاء الله يقرأ قراءة صحيحة وسليمة لاتيكم ملافيا